سولة جرية في أهم ما تصدر محرك البحث عبر تويتر ونستهلها بالانتقادات اللاذعة التي تعرضت لها التكتوكر الأردنية سال العواضي وذلك بعد خلعها الحجاب خطوة أدت بعد مشاركتها متابعيها عدة منشورات عبر ستوري انستجرام متمنيتا من متابعيها تفهم خطوتها مشاركة قرارها بخلع الحجاب بآيات قرآنية لبها أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها وفي بث مباشر عبر تكتوك ظهرت سالي دول حجاب وبشعر برتقالي معللة سبب تركها الحجاب بمتابعيها الذين لم يتركوا مجالا لها للتنفس مضيفة أنها ولدت من جديد منذ اللحظة التي خلعت بها الحجاب لنشاهد هذا الفيديو ثم نعود إليكم أنا مش مسامحة ولا واحد فيكم يجعوا حكى عني ومنتقدني أنا حرة بدي أطلع أعصب على البل أنا بدي أطلع أعصب أنا حد عصبي ونورية وسالي التسالي وكل اللي قيتوا بتحقوا عني شايفينه كل هذا أنا هيك أنا هيك أنا هيك إذن بعد هذا الفيديو تصدر واسم سالي تسالي محرك البحث وأتوالت ردود فعل غاضبة عليها غردت رؤى تقول لم تسلم السوشال ميديا لابنت قاصر وتسميها مؤثرة ما في حدا معصوم عن الغلط بس مش بالبجاحة وقلة الحياة وتبرير ذنبنا بآية من القرآن وما بدها الناس تغلط وتنتقد صار أي حدا يفتح كاميرته ويطلع وينشر تخلفه أفكاره المريضة بمبدأ الحرية الشخصية لم تكن سالي مشاهدينا الوحيدة التي تركت الحجاب فانضمت إليها اليوتيوبر اللبنانية ليا حمزي وبعد عودتها من العمرة خرجت في فيديو يوتيوب تبرر خلعها الحجاب في هذا الفيديو لنشاهد وردد الفعل توالت على لي أغردها علي بالما أنه ما بقى في شي نحكي فيه إلا شوية تفاهى وناس هني ولا شي بس أنت عملتوهن شي توجب علي المشاركة أنا شخصيا بأيد أنه ليا تخلع الحجاب وإلى ما دون ذلك ليا حمزي بشلح الحجاب مصح كل يلي متلها يشلحوه لأنه المفروض نحافظ على قدسية الحجاب ونسقطه عن رأس كل واحد يتافها مش محترمي ولا محترمي حال هكذا غرد علي إلا أن هل تعرفون ويكز صاحب أعلى نسبة مشاهدات على يوتيوب كل أغنية له تصبح ترندا قعد يوم واحد من إصدارها يغني ويكز بطريقة سريعة وتدعى الراب مستخدم الموسيقى التكنو يقول مرة والله أعت ففكر فيك كتير بالي عليك مشغول ثم يقول بفتنة عشر المصبيت ياسمك شعر يا مصبيح ضباع بسعر المأطيع لو أنت بابا ضبانمين الله كلمات جميلة لا تروق ربما لمن يكبرونني سنًا ولكن تخيلوا معي أن هذه الكلمات غنها الصيد درويش كيف لحظة تبدو؟ أترككم مع هذا الفيديو بفتنة عشر المصبيت ياسمك شعر مصبيح ضباع بسعر المأطيع إذن مصطفى زاهد ومحمد ربيع صديقان يعدان تلحين الأغانية الجديدة بلحن قديم لم يستطع الجمهور تخطي فيديوهاتهم التي ملأت من الصاتة تيك توك فغرد فتحي اكتبت اليوم فنان شاب اسمه مصطفى زاهد وهو يعد تقديم أغنية الفنان الجميل أكرم حسني ثم غرد معاذ قائلاً الحلاودي وبقد شكراً للفنانين على الأداء ده أعتقد بابا هيحب أغاني ويكس هل هناك أحد لاستخدام الذكاء الاصطناعي؟ يبدو أن الإجابتنا ما هي أخر أغاني أم كلثوم؟ توفيت أم كلثوم وكانت أخر أغانيها حكم علينا الهواء ليعود لنا عمر مصطفى في إعلان ترويجي نشره لأغنية بعنوان افتكر لك إيه تصاحبها صورة لأم كلثوم بجانب صورته مشيراً إلى تجربة جديدة عبر تقنية الذكاء الاصطناعي لإنتاج أغنية كاملة بصوت يحاكي أم كلثوم من ألحانه وكلماته لنشاهد هذا الفيديو تجربة وصفها عمر مصطفى بإحياء التراث أثارت جدلاً كبيراً في الأوساط الفنية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي هذه التغريدة تقول جديد أم كلثوم عمر مصطفى قرر يحط صوت أم كلثوم على أغنية تسربت بصوت شرين ما منقول غير الله يستر من القادم مع الذكاء الاصطناعي تصاعدت الأزمة التي أشعلها الملحن عمر مصطفى وأعلنت جهان الدسوئي حفيدة وشقيقة كوكب الشرق أم كلثوم تقديمها ببلاغ للنائب العام ضد الملحن عمر مصطفى بعد تقديمه لمصنف غنائي بصوت أم كلثوم بدون إذن كتابي مسبق من صاحب الحق أو من ورثتها وإلى هنا مشاهدينا نصل وإياكم إلى نهاية ترند وإلى اللقاء